في كل مجال علمي هناك عدة عمل لدى العلماء فهي عند علماء الأثار مثلاً المجرفة والفرشات فضلاً عن الريشة وهذه العدة عند المؤرخين هي مجلدات الكتب في المكتبات والأرشفات أما اختصاصي علم الأنساب الجيني فيتعاملون مع جزئيات الحمض النووي بتتبع تاريخها ودراسة بنياتها المحددة بدقة وللتدقيق أضف أن هذا العلم يفضل العمل مع الكروموسوم Y أي الكروموسوم الذكري لماذا؟ لأن هذا الكروموسوم لا يوجد عند النساء فلديهن زوج من كروموسومات X أما عند الرجال فكروموسوم X واحد وكروموسوم Y واحد وهذا الكروموسوم بالذات هو فقط الذي ينتقل من الأبي إلى الابن من جيل إلى جيل أي أنه ينتقل إلى الأب من الجد والجد يحصل عليها من أبيه وهكذا على مدى مئات وآلاف ومئات آلاف السنين والأكثر هو أن بإمكاننا أن نبني على الكروموسوم Y دراسة الخط الذكري لملايين السنين في الماضي وبواسطة علم الأنساب الجيني يمكن استضاحه مدى التشابه بين الحمض النووي عند الإنسان المعاصر والحمض النووي عند الرئيسيات التي عاشت قبل ملايين السنين ومنها أسلاف الإنسان بناء على كروموسوم Y للحمض النووي تحديدا تنتقل هذه المعلومة التاريخية عبر سلسلة متواصلة حتى الوقت الحاضر لذا فإن تحديد أو دراسة الأحداث التي وقعت قبل ألاف السنين تغدو أبسط بكثير إذا رتبت لذلك طريقة عمل منهجية ومتطورة إذ يمكن دراسة الحمض النووي عند أشخاص معاصرين أو بأخذ عينات مثلا لعظام أموات مستخرجة من ضريح أو سرداب تحت الأرض كيف يتم ذلك؟ تأخذ مادة من اللعاب عادة من إنسان معاصر لاستخلاص الحمض النووي ثم يجري تحليل وراثي وتحدد الطفارات التي توجد في هذا الحمض والطفارات تظهر بمعدل طفرة كل جيل وماذا بخصوص الاستخراج من رفاة الأموات؟ يأخذ العظم وينشر مقطع فيه بطريقة خاصة والأفضل أن يستخدم السن فهو المادة المفضلة لدى المختصين فالسن يحتفظ بالحمض النووي جيدا وكأنه داخل الدر يحفر السن بمثقب دقيق وتستخرج من نسيجه بضع ميليجرامات من المادة المطلوبة وعلى أساس التحليل يعرف الباحثون من أي أسلاف تحضرت الشعوب المعاصرة وإن عاش السلف المشترك طبعا في وسطة المقارنة ليس بالضرورة إذ يمكن تحديد ذلك بواسطة الأحماض النووية الحديثة المعاصرة يتلخص الأمر في أن الطفرات حالما تظهر في الحمض النووي فإنها مع مضي الزمن تنتشر وتتباعد كالدوائر في الماء التي تنتج عن إلقاء حجر ومن يعرف أبسط أسس الفيزياء يمكنه بناء على هذه الدوائر أن يستخلص سرعة الموجة المتشكلة وكيف انتشرت وأن يحسب المسافة التي قطعتها وعلى العكس فمن هذين البعدين المقدارين السرعة والمسافة نستطيع تحديد وقت إلقاء الحجر في الماء وتحديد مكان سقوطه والوضع بالنسبة للحمض النووي كذلك أيضا لو أخذنا بشكل عشواء حمض نوويا من مئة شخص لاستطعنا التحديد بناء على عدد الطفرات فيها متى ظهرت أول طفرة ومتى عاش ذلك الإنسان القديم وهناك معايير أيضا تتيح تحديد إن كان هناك عموما سلف مشترك وذلك من خلال الطفرات صحيح وهذه الطفرات تشكلت على مدى مئات الآلاف من السنين وهي تختلف باختلاف الشعوب نعم أي تختلف سمة الطفرات من شعب لآخر نعم طبعا توقفت عند ذلك لأذكر المشاهدين بمفهوم الطفرة ولهذا عند دراسة كروموسوم وي الذكري يمكننا بقدر أكبر من الدقة أن تتبع أين عاش أسلاف الرجل في أمريكا، في أستراليا، الشرق الأوسط أو أوروبا إن قابلية التغير عند الكروموسوم الذكري ضعيفة جدا لذا يمكن تحديده بقدر كاف من الدقة لنفترض أن جنود الإسكندر المقدوني يسيرون في أراضي غزوها يسيرون من اليونان إلى الهند ولكن دعنا نتكلم بلا مواربة دون أن نضفي صفة المثالية على المقاتلين ونقول إنهم لم ينشغلوا بأشياء أخرى في طريقهم نتصور جيدا ماذا كان يحدث أثناء تلك الحملات كانوا يعاشرون النساء وبعد ذلك كان يولد أطفال من أصلابهم أي أن هؤلاء الجنود في طريق حملتهم خلفوا وراءهم ذرية من نسلهم فمنهم انتقل إلى أماكن أخرى ومنهم بقي في موطنه هذه الحقيقة صارت أحد أهم اكتشافات علم الأنساب الجيني المهم هو أن الحمض النووي يستنسخ ففي عضوية الإنسان أو الحيوان هناك مكينة استنساخ بيولوجية من نوع خاص وعلى غرار ما يفعل جهاز نسخ المستندات يجرس تنساخ ثمانية وخمسين مليون نوكليوتيد في كروموسوم وي من الأب إلى الإب وأحيانا يحدث عطلا في هذا الجهاز هذا ليس عطلا يعود الأمر إلى أن لا شيء على الكرة الأرضية يتصف بالكمال فالكمال لله كما يقول العرب أليس كذلك؟ وكل ما يجري للإنسان لابد أن يكون منقوص الكمال خلق الإنسان على غير كمال وهذا ما تمثل في جعل العملية البيولوجية لاستنساخ الحمض النووي غير كاملة فيه سأريد مثالا بسيطا إذا نسخنا العديد من النسخ بالألة الناسخة خاف من المحتمل أن تقع ذرة غبار على نسخة ما فينتقل أثرها إلى النسخة التالية بعد مائة مائتي ألف نسخة قد يزداد عدد ذرات الغبار هذه وستظهر على النسخة التالية وهكذا دواليك هكذا تتشكل الطفرات وهذا ما يحدث أيضا مع الحمض النووي فالطبيعة لا يتسنى لها أن تنسخ بدقة 58 مليون نيوكلوتيد في كل مرة إذ يحدث عطل ما في مكان ما بكل فترة وأخرى أي أن الله كان يعلم ماذا يفعل فطفرة من بين 58 مليون نيوكلوتيد قد تحدث لاحظ هذه الدقة وكيف يمكننا تحديد السلف المشترك الذي عاش قبل مئات أو آلاف السنين من أربعة آلاف سنة خمسة آلاف سنة مثلا عند دراسة الحمض النووي لأي شخص يحدد العلماء عدد الطفرات التي حدثت بغية تحديد السلف المشترك الجد المشترك مثلا لو أردنا تحديد السلف المشترك لك ولي لابد أن نأخذ في الاعتبار أن العلماء يعرفون سرعة تراكم الطفرات أي مرة واحدة كل جيل وإذا كان بيننا فرق بحدود خمسة آلاف طفرة وكل جيل يعادل خمسة وعشرين سنة تقريبا فالفرق بيننا إذن هو مئة جيل وهذا بدوره يعني أن السلفنا المشترك عاش قبل مئة جيل أو قبل ألفين وخمسمائة سنة تقريبا هذا مثال تقريبي طبعا ولنفترض أن عشرين جيلا بين السلف المشترك وبينك وعشرين أخرى بينه وبيني هذا يعني أن الفرق بيني وبينك أربعون جيلا أي ألف سنة تقريبا إذن هذا علمون دقيق لحد كبير نعم تشير في كتابك أن الخطأ يتراوح بين مئة وثلاثين إلى مئة وخمسين سنة فقط وسطيا وإذا أخذنا بالاعتبار زمن الوجود البشري نرى أن نسبة الخطأ ضئيلة جدا طبعا طبعا طيب ماذا تقصد بمفهوم السلف المشترك؟ أنا كغيري من العلماء أقصد وجود أبن افتراضي للسلالة وهذه السلالة امتدت حتى زمننا وطالما هناك ذرية فيجب أن يكون هناك سلف مشترك لها أما إذا كان أفراد الذرية ينتمون إلى مجموعات مختلفة من البشر ولديهم عدد كبير من الطفرات عندها نفترض أن سلفهم المشترك عشى قبل عشرات آلاف السنين وفي هذه الحال يكون اكتشافه أكثر صعوبة أما إذا كانت المعطيات تبين أن عدد الطفرات قليل فذلك أسهل